موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم خلال يوم أمس وليلة الفارتة وصل نزول الغيف والحمد لله بمناطق الشمال وبكافة المناطق الشرقية للبلاد حيث بلغت 53 مليمتر ببني خلاد بجندوبة 35 بعيندرهم ببنعروس كانت مبين 14 و 27 مليمتر بحمام لنف ببنزرت مبين 23 و 23 مليمتر بالعزيبة بولاية تريانة مبين 25 و 22 مليمتر بقلعة لندلوس بزغوان كانت مبين 25 مليمتر بزغوان المدينة بولاية تونس مبين 11 و 15 مليمتر بسيدي بوسعيد بسيليانة مبين 22 و 12 بالكريب بولاية منوبة مبين 4 و 11 مليمتر ببرج العمري بباجة مبين 13 و 10 بعمدون بالكاف مبين مليمتر 11 بسقيد سيدي يوسف كذلك بسوسة مبين 13 و 10 ببوفيشة بتطوين مبين 11 و 10 بتطوين المدينة بسفاقس كانت مبين 11 و 7 بالغريبة بالمونستير مبين 11 و 6 بالميناء بمدنين مبين 2 و 6 ببني اخداش بالقيروان مبين 1 و 5 بسبيخة بالقسرين مبين 1 و 4 بتالة وكانت الأمطار ضعيفة بكل من جابس وتوزر و كبلي حيث تراوح الكيميات مبين 1 و 2 بالنسبة إلى هذا اليوم كيفما تلاحظوا عبر سوار قمر اصطناعي في بداية النهار كانت السحب كثيفة رفقتها أمطار لمحالة كانت ضعيفة بمناطق الشمال و خاصة بالمناطق الشرقية و وسط الكميات إلى 11 مليمتر بولاية منوبة و بعد الظهر ظهرت شمس في فترات طويلة و كيفما تلاحظوا بعد ذلك ثم استقرار في العوامل الجوية بالجزائر و من المتوقع ان شاء الله أن يشمننا هذا الاستقرار يوم الغد قبل ذلك خلال هذه الليلة ستكون السحب كثيفة و مؤقتة رادية مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط والجنوب الشرقي و سحب عبره ببقية الجهات الحرارة ستكون ما بين 10 و 15 درجة و ما بين 4 و 8 درجات بالمرتفعة بالنسبة إلى يوم الغد ان شاء الله ستكون السحب قليلة تقسم غيم جزئيا بكافة المناطق الرياح ستكون من القطاع الجنوبي و درجات الحرارة ستسجل ارتفاع طفيف حيث تصل بتونس الكبرى إلى حدود 19 درجة مع صحب قليلة 18 بنابل 17 بقليبيا 18 ببنزرت 17 درجة بزغوان باجا تبرقة جندوبا سليانا 16 بالكاف و تالا 20 درجة بالقيروان تقسم غيم جزئيا و بجية السحل بعض الصحب من النوع المرتفعة 17 بسوسة المونستير و 18 بالمهدية 18 أيضا بقرقنا و اسفاقس مع ظهور بعض الصحب بسيدي بوزي تقسم غيم جزئيا 16 كذلك بالقسرين و بالجنوب الغربي ستثر بعض الغيوب من النوع المرتفعة 18 درجة بقفصة 19 بكبلي و 20 بتوزر ببقية مناطق الجنوب الشرقي ستكون الصحب عامة قليلة 18 بقابس 17 بجربة 18 بمدنين 17 بتطوين و 18 درجة بيرمدى و 19 بأقسى الجنوب بالبرمة بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري ستتحول الرياح إلى القطاع الجنوبي ستكون غالبا جنوبية شرقية بسواحن الشمالية سرعتها ما بين 15 و 20 تصل أحيانا إلى 25 عقدة والبحر سيكون مضطرب إلى قليل الاتراب وبمنطقة خليج الحمامات وشابة ستكون الرياحة جنوبية غربية سرعتها ما بين 15 و 25 تصل أحيانا إلى 30 عقدة والبحر مضطرب إلى شديد الاتراب وبخليج جابس ستكون الرياحة جنوبية غربية أيضا سرعتها من 20 إلى 30 تتقلص بعض الظهر إلى حدود 15 و 20 عقدة والبحر سيكون شديد الاتراب فمتموج إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بنواقشوت صحب قليلة 32 درجة تقس مغيم بالدار البيضاء 21 صحب قليلة بالجزيرة العاصمة 23 بترابلس 18 صحب قليلة صحب قليلة أيضا بالخرطوم 36 درجة 22 بالقاهرة صحب قليلة بمكة المقرمة والمدينة المنورة صحب قليلة مع حرارة مرتفعة نسبيا 32 بالمدينة و 33 بمكة تقس في استقرار بمسقة 25 درجة 23 بأبوظبي 25 بالدوحة 21 بالكويت وببغداد تقس في استقرار أيضا بشرق الأوسط والحرارة في حدود 17 درجة بكل من قدس الشريف بيروت و دمشق صحب قليلة باستنبول 11 صحب قليلة أيضا بروما 16 أمطار بمارسيليا 14 درجة أمطار أيضا ببريس جينيف برلين بريكسل و لندن و بمدريد صحب عبر 13 درجة بلشبونة بعض الصحب و 17 درجة التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة يوم الجمعة ستكون في بداية النهار السماء مغشات بصحب مرتفعة وتتكاثف هذه الصحب آخر النهار و أثناء الليل وتقلبة جوية أخرى في الأفق حيث تنزل بعض الأمطار ليلا بالمناطق الغربية للشمال و الوسط الريح تتواصل جنوبية غربية حرارة في ارتفاع أقصاها سيكون إجمالا ما بين 20 و 23 تصل إلى حدود 16-18 درجة بالمرتفعات و البحر سيكون شديد الاتراب في مضطرب يوم السبت كالعادة عنا موعد مع تقلبات في التقس و انخفاض ملحوظ في الحرارة و الوضع الجوي ملأم إن شاء الله لنزول الأمطار مبدئيا بكميات ضعيفة إلى متوسطة تشمل أساسا مناطق الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب والحرارة في انخفاض تنزل إلى حدود 18 درجة بالمرتفعات وستكون ما بين 14 و 18 درجة ببقية الجهات قد تصل إلى 20 درجة بولايتي مدنين وتطوين الرياح شمالية غربية بشمال والوسط تكون قوية قرب السواحل خاصة السواحل الشمالية وخليج الحمامات وستكون غربية قوية أيضا والبحر عامة مضطرب إلى شديد الاتراب تقشته 100% يوم السبت إن شاء الله شروق الشمس يوم الغد سيكون في تمام الساعة السابعة والغروب سيكون في الساعة السادسة و 7 دقاق لمزيد من المعلومات والحصول على كميات الأمطار مفصلة تفضلوا بزيارة موقع الواب الخاص بالمعد الوطني للرزد الجوي أو استعمال الموازع الصوتي على الرقم 88404 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد الخميس الثاني والعشرين من فيفري الموافق لأثناء الشعبان 1445 هجري صلاة الصبح بداية من الساعة الخامسة و 33 دقيقة صلاة الظهر ابتداء من منتصف النهار و 44 دقيقة صلاة العصر بداية من الساعة الثالثة 39 دقيقة المغرب بداية من الساعة السادسة و 9 دقاق وصلاة العشاء ابتداء من الساعة السابعة و 33 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة